أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الديمقراطي آدم شيف أن نص المكالمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولودومير زيلنسكي تبدو شبيهة بأسلوب ابتزاز العصابات وقال شافن مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض تدين ترامب أكثر مما تبرئه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب اتهم ترامب أيضا بتقويض الأمن القومي الأمريكي نص المكالمة بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني يدين ترامب أكثر مما توقعت والأمر الصادم أكثر من ذلك هو قيام البيت الأبيض بنشر نص المكالمة كوسيلة لتبرئة الرئيس المكالمة بدت من خلال نصها الكتابي وكأن ترامب زعيم مافيا يبتز فيها رئيس دولة أجنبية كما يظهر الرئيس الأوكراني مستميتا للحصول على الدعم الأمريكي في مواجهة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين معنا من واشنطن مراسلنا رافد شبوري رافد وكأن غاية البيت الأبيض من نشر هذه الرسالة ارتدت بالعكس تماما التهمة ثابتة الآن بحسب أبرز المسؤولين في الحزب الديمقراطي هي كذلك كما قلت أنت وائل بالنسبة لأبرز المسؤولين في الحزب الديمقراطي وبالنسبة لمعظم أنصار الحزب الديمقراطي لكنها ليست كذلك بالنسبة للحزب الجمهوري لا قادته حتى الآن ولا جماهيره المؤيدة لترامب بغالبيتها الساحقة نص المكالمة بالنسبة لمعظم الجمهورين وبعض الأوساط الإعلامية ليس فيه دليل قاطع نحن هنا مرة أخرى ومثل ما كنا في قضية تقرير مولر حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية نصل إلى مرحلة الدليل القاطع ثم نتوقف أمام أمريكا المنقسمة الديمقراطيين يرون الأدلة قاطعة لإدانة ترامب الجمهوريون يرون أنه ليس هناك دليل وأنه هناك حملة ديمقراطية بين قوسين ظالمة ضد ترامب الفرق هنا أننا الآن قانونيا قرلمانيا في الكونغرس الأمريكي هناك عملية تحقيق ومحاكمة لترامب هدفها أن يتم عزله رئاسيا لكن حتى هذه هي ليست عملية سهلة لأكثر من سبب باختصار أقول الأسباب هي أن الأمر قد يمر العزل قد يصل في النهاية إلى قناعات الحزب الديمقراطي بأن ترامب فعلا خالف القانون وخان مبادئ الرئاسة والقسم الرئاسي ويمر الأمر في مجلس النواب لكن عندما يتحول إلى مجلس الشيوخ وائل سوف يكون هناك أن تتطلب غالبية الثلاثين لكن الضرر سيكون وقع يا رفم أليس كذلك الضرر بالرئيس وصورته في عام انتخابي سيكون قد وقع وربما هذا هو هدف الديمقراطيين هذا صحيح على ذلك تقوم سراتيجيتهم لكن لنتذكر أنهم كانوا حتى هذه اللحظة منقسمين في قضية العزل الرئاسي لماذا هم منقسمون لماذا لم تقتنع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حتى أتت هذه اللحظة الحاسمة في قضية المكالمة بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلنسكي لأن عملية العزل في الماضي القريب عندما حدثت تأثر الحزب الذي قاد حملة العزل في نهاية التسعينات عندما قاد الجمهوريين كانت الصورة معاكسة كان هناك رئيس ديمقراطي هو بيل كلينتون وكان متورطا في فضيحة مونيكا لونسكي حث مونيكا لونسكي على الكذب تحت القسم عندما قاد الجمهوريون في الكونغرس عملية عزل رئاسي ضد كلينتون انتهت القضية بفشل مساعيهم رغم امتلاكهم للغالبية غالبية أكبر من الديمقراطيين اليوم انتهت مساعيهم بالفشل وارتفعت شعبية بيل كلينتون لوجود تعاطف من قبل أنصاره إذن القصة ليست سهلة لكنها بالتأكيد ستخلق مزيدا من الضغوط على ترامب في الأشهر القادمة حتى الانتخابات الرئاسية على ارتحال أعددنا تقريرا بعد صدور تصريحات نانسي بيلوسي وبعد أن دخلت الأمور إلى مرحلة مساعي العزل الرئاسي لنتابع التقرير وائل يأمل الديمقراطيون بأن نهاية ترامب سياسيا قد اقتربت على أيديهم كانوا مختلفين حول الطريقة حتى تفجرت قضية المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فوحدتهم إن الأفعال التي قام بها ترامب في رئاسته تشير إلى حقيقة أن الرئيس تنكر لقسمه الرئاسي وتنكر لأمننا القومي وتنكر لنزاهة انتخابتنا لذلك فأنا أعلن أن مجلس النواب سيمضي قدما في إجراءة التحقيق من أجل عزل الرئيس ستنطلق الآن إجراءات اللجان المختصة في الكونغرس للتحقيق وإثبات أن ما قام به ترامب يستوجب عزله من منصبه لكن الديمقراطيين ليسوا وحدهم في الكونغرس طبعا إن نانسي فلوسي هي رئيسة مجلس النواب لكنها لا تتكلم باسم الشعب في هذه القضية ليس بإمكانها أن تقرر بطريقة أحادية ما يحصل هنا أما ترامب فتلقى الأخبار وهو في نيويورك يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الديمقراطيين سيخسرون الانتخابات لذلك فعلوا هذا الجميع يقول إن ما فعلته بيلوسي هو أمر إيجابي لي في الانتخابات لا يعلم أحد إن كانت نظرية ترامب هذه صحيحة أم لا لكن الأهم أنه أعلن بعد تمنع أنه سيكشف عن المحتوى الكامل لمحادثته مع الرئيس الأوكراني التي يدور الجدل حولها حتى إذا نجحت مساعد ديمقراطيين وصدر قرار العزل الرئيس عن مجلس النواب حيث يمتلكون الغالبية فإن القضية سوف تنتقل إلى مجلس الشيوخ حيث سيحتاجون إلى غالبية الثلثين سيكون ذلك صعبا إلا إذا أظهرت التحقيقات في الكونغرس أمورا تقنع أو تجبر أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه راثد جبوري العربي واشنطن ومن جانبه نفى رئيس ترامب الاتهامات الموجهة له وقال إن رئيسة مجلس النواب ناسي بلوسي تهدر وقت الكونغرس في أزمات مصطنعة وقال ترامب إن الديمقراطيين سعوا إلى مقابلة الرئيس الأوكراني ومرسوا عليه ضغوطا شديدة لاستمالته إلى صفهم الديمقراطيون ذهبوا لمقابلة الرئيس الأوكراني وطلبوا منه عدة أشياء ونصحوه بأن لا يستمع إلى الجمهوريين وأن يبقى معهم وكأنها حرب سياسية ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك هذا شيء يستحق توجيه الاتهام بناء على ما تقوله لقد ذهبت جماعة من الديمقراطيين تعاملت مع بعضهم بشأن قضية السلاح إلى هناك لممارسة ضغوطا شديدة على أوكرانيا على إحاق المشاهدين كل هذا الضجيش في واشدن بخصوص مكالمة هاتفية كان أجرها الرئيس ترامب في يوليو تموز الماضي مع الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا زيلونسكي وهو ممثل سابق بالمناسبة وكشف نشر البيت الأبيض النص الحرفي كما قال لهذه المكالمة وفيها يقول ترامب لرئيس أوكرانيا حرفيا ثم تحديث كثير عن ناجل بايدن جو بايدن المرشح الرئاسي في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي وعن أن بايدن أوقف التحقيق ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد من هذا الموضوع من هنا سيكون رائعا يقول ترامب لرئيس أوكرانيا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن وقال له سأجعل المدعي العام في الولايات المتحدة والمحامي رودي جولياني يتواصلان معك في هذا الشأن على كل للمزيد من الإضاحة والينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور أسامة أبو أرشيد وهو الباحث في المركز العربي في واشنطن أهلا وسهلا بك بالنظر لما جاء في نص المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني هل يمكن القول أن التهمة تثبت أكثر فأكثر على ترامب كما يقول الديمقراطيون أم أنه من مشهة النظر القانونية الأمر ما يزال مبهم لا هو لازال مبهم واضح طبعا من البداية أن هناك خللا في هذه المكالمة وهناك هذه المكالمة أدخلت دانالد ترامب في دائرة المحظور قانونا لكنها ليست إدانة كاملة بمعنى هذا عمل إلى الآن غير لائق لكن ما يبقى على الديمقراطيون أن يثبتوه هو أن الرئيس فعل ذلك خدمة مقابل خدمة أنا أعجل لكم بالمساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس أصلا بمعنى آخر أنها قانون لا ينبغي له أن يتلاعب به مقابل أن تقوموا بهذا التحقيق إذا وجد هذا الرابط مباشرة نحن عندنا الآن مؤشرات أن هذا هو الرابط لكن لا يوجد حكم قاطع أن هذا هو الرابط ولذلك الديمقراطيون يريدون أن يقابلوا العميل الذي استمع إلى المكالمة وكتب التقرير وهو الذي أثار هذه الزوبعة كلها لأنه يبدو أن هذا العميل قد سمع أشياء أخرى وحتى هذا النص الذي أصدره البيت الأبيض يقول أنه ليس ترجمة حرفية بمعنى أنه قد يكون هناك أمور غير واضحة إلى الآن في النص بمعنى أنه قد تكون هناك أمور أخرى لم يكشف عنها فإذا نحن دخلنا بالنسبة لترامب دخل في دائرة المحظور لكنه لم يدخل في دائرة الإدانة إلى الآن وبالتالي هذا الإجراء وصف بالأسوأ الذي يواجه ترامب منذ توليه الرئاسة ولكن ما بين التمني بعزله وحدوث ذلك بالفعل هناك شوط طويل ربما من الإجراءات والتحقيقات لو تختصرها لنا لو سمحت نعم الآن هي الناطقة باسم الكونغرس أو رئيسة الكونغرس أطلقت لجنة تحقيق لكي تنظر فيما إذا كان هناك أرضية لبدء إجراءات عزل الرئيس عزل الرئيس يمكن أن يتم بخمسين زائد واحد في مجلس النواب لكن هذه هي أقرب إلى لائحة اتهام ثم تذهب إلى مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يصبح هيئة محلفين وهذه الهيئة يرأسها رئيس المحكمة العليا وينبغي أن يصوت على قرار إخراجه من الحكم الخلع من الحكم 67 عضو مجلس الشيوخ من أصل المئة يعني الثلثين وهذا شبه مستحيل لأن الجمهوريون أغلبية حتى لو ثبت على الرئيس جرائم لأن الحزب الجمهوري القاعدة الجمهورية أكثر من 87% مؤيدة لترامب ومن سيصوت من داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على عزل ترامب فهو يصوت في الغالب على نهاية حياته السياسية أيضا كممثل أو كعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري فإذا نحن نتحدث هناك الجانب الإجرائي ثم هناك الحسابات السياسية للحزب الجمهوري نفسه طبعا هذا إذا افترضنا أن مجلس النواف فعلا سيصوت على العزل لأن هناك حسابات سياسية أيضا أن الرأي العام قد لا يتقبل عزل الرئيس وينظر إلى هذا على أنه فعل سياسي أكثر منه فعل قانوني فالديمقراطيون أيضا لديهم مشكلة في العزل دع عنك أن نتحدث الآن عن عملية إخراجه من الحكم في مجلس الشيوخ شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور أسامة أبو رشيد البحث في المركز العربي في واشنطن